عندك منجاية ولفة جلاش في التلاجة ونفسك تعملها حاجة حلوة متاخدش معك اكتر من نص ساعة. قصة من بالله يا جماعة نعمة المعبادة النهاردة وصفة. عايز اقول لك كلها لعبادها زي ما قلتك مش بتاخد منك نص ساعة. وجميل او حاجة كده اضطر على القلبي في الجو النهاردة. يلا نبدأ على بركة الله ونصلى على حبيلنا المصطفى اللي يشفع فين يوم الدين تحت في الكومنتات. وعاوز اقول لك الوصفة دي تنفع في الصف والشتاء. اول حاجة بداية كده بجيب لفة الجلاش وهي برول كده وبقطعها بالشكل انتو شايفينه ده. شرايح شرايح. وبعد كده بفككة من بعضها بحيس ان كل ورقة ما تكونش لزقة في التانية. وبعد كده حبابي بجيب الصينية بتاعت بفدأ كده فرد كمية الجلاش اللي معايا. وبحط عليهم بالضبط معلقتين من السمنة. بس تيحهم كده يعني كله دافين زي دمية العين. ما تكتريش سمنة. وبعد كده بدخلها الفرن بولع الشواية والفرن. وببصوا عيني عليها عشان خاطر بتاخد معايا لون بسرعة. اول ما تاخد لون كده بطلحها وبفدأ يقل فيها. يعني بصت كلها على بعضها وهي في الفرن ما اخدتش معايا اكتر من عشر دقايق. بس كده وتعت بالشكل والجمال انتو شايفينه ده. ولازم اقلت لكم لازم انكم تكونوا عليها لانها بصتوا في ثواني بتاخد لون. هنزع عليها بنصد كباية من الشربات التقيل. الشربات ده اللي ببقى عينيها عندي في في التلاجة في برطمانات. وقت ما بحب بسحب منه على طول. طيب يا نورة ممكن نخفف او نقل الشربات شوية عادي يا جماعة. ممكن تحط ربع كباية نصد كباية بس ما تقطرش عشان ما تقبلش مسكرة قوي. وببدأ كده فرفتها كده بالمعلقة وباخدها واسبها على جم. بعد كده هنعمل آآ كريمة بتاعتنا عبارة عن الليتر من الحليب. عليه تلات معلق كبار من النشا ومعلقتين من دقيق. وباخد الكلام ده كله بنزل عليهم بمعلقتين من الاشتاء والاشتاء هنا اختياري. بس لو انتو حابين تضيفوا براحتكم. مش حابين او ما عندكمش خلاص. مفيش في اي مشكلة خالص. بس انا بحب اعمل ح حاجة كده تكون دسم ومغزيل الاولاد عندي. وعلى فكرة الوصفة دي تنفع لاصحاب الضيت. بس هنشيل بقى الاشتاء وهنستبدل بقى السكر اللي احنا حطناه بالسكر بقى آآ ضيت. سواء استيفيا او سويتال. وطبعا انا هنا حطيت تلات معالق من السكر وبقى اخدوا الكلام ده كله وبقلبوا على البالد وبرفعه على النار وايدي فيه بصفة مستمرة عشان ما يكتلش معاي. ودي خطوة هما ديسة. هنا في الوقت ده ونا سايبقة مع النار بقى عشان ما اخدش معاي وقت وبعنا اصح انجلس مش لو قلتوك الوصف مش تاخد كلها لبعدها اقل من نص ساعة. بقى اشرباء المنجتين معايا واي نوع منجا بصراحة انا بحب افضل يا جماعة النعوم. بس بصراحة النعوم عندي في الفريزر. بس في اخر الفيديو احطوا بينها برده عشان تدي ايه طعم احلى واحلى. طبعا النوع ده بصراحة مش عارفة اسمه صديق ولا اسمه ايه. لو تعرف النوع المنجا ده اسمه اكتبولي في الكومنتات. لانها بصراحة طعمها حلوة ريحتها كمان حلوة. بعد كده حبيبي زي ما انتم شايفين الكريمة بتاعتنا هي خفيفة او ولا هي تقيلة اوي. الكلام ده كله بقى بشتغل فيه وقت على طول. ما جيبها الاوليب بتاعتي او اطباق التقديم. اه اللي انت حابة تحط فيها وممكن تحط ده كله في صنية واحدة. بس انا بحب حطه في اطباق اطباق كده بحيس ان كل واحد فينا ياخد الطبق بتاعه كده سليم. بنزل بقى براء من الجلاش اللي احنا حمصناه مع بعض. هو برد معايا يا جماعة. وبعد كده بنزل ب راء من الكريمة. وبارجع تاني ما شاء الله الكمية دي يعني عملات لك ستر اطباق دول عملات اتنين راء من من الكريمة. وكمان اتنين راء من الجلاش. زي ما انتم شايفين كده حاجة كده زي العسل تستهل بقوكم. وبصوا جميلة. زي ما قلت لكم تنفع في الصيف والشي ده مش تاخد معكم وقت نهائي. يعني لا تقولي بقى بمبوزة ولا بلبن ولا كم ده كل حاجة انتم يعملها في البيت. وشوف انتم الطبق ده لو تشتريه او ستر اطباق اللي انا عملتهم دول هيتكلف كم. هيعدوا ستمائة جنيه. طب وليت حاجات كلها يعني موجودة عندنا في البيت. ولفت الجلاش ما تسويش اه خمستاشر جنيه. ومنجيتين بعشرين جنيه. شوف احنا وفرنا قد ايه. حاجة كده زي العسل. انا بص وطلعت بصراحة كان عندي انا عون كده في الفريزر. قلت حط كده برضو يدي طعم وقتر بقى المنجة عشان خطر بقى احنا في موسم المنجة. يعني كل سواء انتم طيبين. فا اه يعني سواء عملتها بقى في الصيف او الشي ده. حط نوع اي منجة اه في الموسم بتاع حال انت حبا يعني مستانيكم كلكم تجربوها وتجد رأيكم في الكومنترات. ويا ريت لو الفكرة بتاعتها عجبتكم ما تنسوش تحط لايك حلوة على الفيديو وتعليق حلو كده يفرحني ربنا يفرح لكم. والتطبقات حبابي اللي انا بشتغل منها وبتعلم عليها. التطبقات ده موجودة في التعليق تضغط عليها وحلملوها. ويلا بقى اتعلموا ويشتغلوا وارين وشتركوا.